بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ماذا يفعل الوهابيون لو اكتشيع الملك هل يفتون بجواز التعبد بالمذهب الجعفري كما أفتل أزهر بعد قليل سنكون معكم في هذا الموضوع ماذا يفعل الوهابيون لو تشيع الملك الملك السعودي ماذا يفعل الوهابيون لو تشيع الملك السعودي هل يفتون بجواز التعبد بالمذهب الجعفري كما أفتل أزهر هذا ليس سؤالا فرضيا بعيدا إنما هو سؤال ملح في الحقيقة بعد التطورات الهائلة والكبيرة التي حدثت وستحدث في السعودية وهذا أحد الاحتمالات وهناك مؤشرات لحدوث بعض التحول في هذا الاتجاه ماذا يفعل الوهابيون لو تشيع الملك السعودي هل يفتون كما أفتع علماء الأزهر قبل خمسين ستين سبعين سنة بجواز التعبد بالمذهب الجعفري أم يعتبرون تشيع كفرا مخرجا من الملة أم اجتهادا مقبولا وما هي حدود الطاعة لولي الأمر عند الوهابيين ثم ما هو تشيع هل هو إلا نظرات تاريخية ومسائل فقهية فهل يحدث ذلك لو حدث تحولا جذريا في النظام السعودي وماذا لو أمر الملك بإجراء انتخابات دستورية ونيابية ورئاسية وحول النظام الملكي الوراثي المستبد السائد الآن إلى نظام جمهوري ديمقراطي هل تصبح الديمقراطية حلالا أو واجبا شرعيا أم يصرون يصر الوهابيون على موقفهم السلبي الرافض للديمقراطية بالرغم من أن ولادة ونشوء الوهابية اقترن بآل سعود والنظام الملكي الوراثي المطلق وكان فكرهم السياسي صدن لسياسة الحكام من آل سعود وإضفاء للشرعية على كل ما يفعلون وما يتخذون من مواقف فإن الوهابيين أو بالأحرى شيوخ المؤسسة الدينية المرتبطة بالنظام والمعينة من قبل الملوك يمكن أن يغيروا فتاويهم 180 درجة بحيث يصبح الحرام حلالا والكفر دينا والدين كفرا وذلك لإيمانهم بمبدأ الطاعة المطلقة لولي الأمر وهو للإنصاف مبدأ سني عام لا يختص بالوهابية في التراث السني أقصد ولا أقصد بالثقافة الموجودة عند أهل السنة اليوم عند الجماهير أهل السنة هو مبدأ سني عام لا يختص بالوهابية نظر له علماء أهل السنة منذ أكثر من ألف عام ولا سيمة الحنابلة الذين كانوا يلتزمون بمبدأ الطاعة للسلطان وتحريم الخروج عليه بغض النظر عن اتجاهاته الفكرية وسيرته وسلوكه ولعل موقف الإمام أحمد بن حنبل المعروف من الخلفاء العباسيين المعتزلة الذين فرضوا رأيهم بخلق القرآن بقوة كانوا يقولون القرآن مخلوق ومن لا يقول بخلق القرآن يحكمون بكفره وبدعته هؤلاء الذين امتحنوا العلماء والقضاة بذلك حتى أنهم حبسوا وعذبوا الإمام أحمد بن حنبل الذي رفض مجاراتهم في قولهم بخلق القرآن لأنه كان يعد ذلك كفرا ومع ذلك لم يرفع الإمام أحمد بن حنبل لواء التمرد والثورة عليهم إلى أن جاءه الفرج بقيام المتوكل بالانقلاب على المعتزلة وتقريب أهل الحديث وعلى رأسهم أحمد بن حنبل ومن يقرأ كتاب الأحكام السلطانية للمعوردي وسميه وشبيهه بالعنوان هذا لأبي يعلى الفراع أيضا الأحكام السلطانية وكذلك كتب الأحكام السلطانية الأخرى التي كتبها علماء أهل السنة عبر التاريخ يدرك أن الفكر السياسي السني مرن جدا ولا يحمل صورة معينة واحدة ثابتة لنظام الحكم ولم يكن يشترط سابقا إلا قيام الخلافة على الشوكة والقراشية هذه أهم الشروط أيضا البعض كان يشترط العدالة والحرية وبعض الشروط الأخرى ولكن بدرجة ثانوية وكتخلى عن القراشية لاحقا هذا الفكر السني بقبوله لخلافة العثمانيين الأتراك حتى ليس شرطا أن يكونوا قراشيين والوهابين الآن في السعودية لا يشترطون أن يكون الملك أو الأمير من قريش بني التميم مثلا أو آل سعود ومن هنا فإن المذاهب الأربعة المذاهب الأربعة السنية المعروفة كديما تعايشت مع الفاطميين الشيعة المتطرفين وأعطى مشايخ المذاهب الولاءة والطاعة لهم سواء في مصر أو الشمال الأفريقية أو الحجاز أو الشام عندما سيطروا على هذه المناطق ولم يكن يحول دون قبول علماء وجماهير السنة الآخرين للدولة الفاطمية إلا مسألة القراشية بعض في بغداد والعراق التي لعب عليها الخلفاء العباسيون وبالذات الخليفة القادر العباسي في أواخر القرن الرابع وبدايات القرن الخامس الهجري حكم من سنة 381 إلى 422 تقريبا فاتهم الفاطميين بأنهم مجهولي النسم وأنهم ليسوا علويين ولا فاطميين وقام بحملة إعلامية كبيرة حول ذلك لماذا؟ لكي يقف أمام تمددهم للعراق وسائر المناطق الخاضع للعباسيين وهذا ما يدل على أن علماء السنة أموما لا يعترضون على هوية الحاكم الطائفية والمذهبية بل العلماء الأحناف لم يشترطوا حتى القراشية تبعا للإمام أبي حنيفة نعمان الذي لم يكن يقول بشرط القراشية وشجعوا الأمراء الأتراك على إعلان الخلافة فالعلماء السنة علماء المذاهب السنية لم يكنوا يشترطون أن يكون خليفة مثلا من مذهب معين حتى لو كان شيئيا فاطميا ما كان أدوم مشكلة فيه هذا ما حدث بالتاريخ أو حتى ومن يقرأ تاريخ الخلفاء العباسيين والعثمانيين يلاحظ بوضوح تبني عدد من الخلفاء العباسيين المتقدمين والمتأخرين للمذهب الشيعي والإمامي الاثنى عشر حتى كان خليفة الناصر لدين الله العباسي في القرن السادس الهجري كما يلاحظ تبني أو يلاحظ تبني بعض أو كثير من الخلفاء العثمانيين لنظريات مذهبية تاريخية قريبة جدا من نظريات الشيعة الاثنى عشرية ودعمهم للطريقة البقداشية والانكشارية الذين كانوا يؤمنون بالأعمى الاثنى عشر ولا تزال بعض آثار العثمانيين التي تدل على ذلك موجودة في المسجد النبوي الشريف حتى اليوم أسماء الأعمى الاثنى عشر مكتوبة من زمن العثمانيين في المسجد النبوي وأنا رأيتها بنفسي وبالطبع إن سؤالنا ماذا يفعل الوهابيون لو تشيع الملك هو سؤال افتراضي يكشف طبيعة الأرضية طبيعة الأرض الفكرية الرخوة والمرنة للحركة الوهابية وهو إن كان بعيدا عن الواقع هذا السؤال إلا أنه ليس مستحيلا ويحتمل الوقوع وما يعزز تلك الإمكانية أو هذا الاحتمال هو تبني بعض الوهابيين المتحررين من تبعية النظام السعودي للفكر الديمقراطي أو الشورى واحتمال تأييد مشايخ الوهابية الرسميين اللي ممثلين في هيئة كبار العلماء للخطوات الليبرالية والعلمانية والديمقراطية التي قد يقدم عليها النظام السعودي في المستقبل القريب ضمن التحولات الجارية الآن في السعودية والتي بدأت بوادرها تلوح في الأفق من خلال بعض الخطوات التي اتخذها النظام أو بشر باتخاذها في المستقبل القريب وهي أخطر من التشيع وأكبر حرمة منه في نظر الوهابيين ومع ذلك هم قبلوها ويقبلوها وقد حدث أن صرح عدد من ملوك آل سعود خلال العقود الماضية بأنهم يفكرون بإجراء انتخابات نيابية وسند دستور للبلاد ولم يقم حينها مشايخ الوهابية بالتصدي أو الرد لأنهم دأبوا على طاعة السلطان وتبرير كل ما يقوم به وإذا ما أعلن ملوك آل سعود التحول للتشيع مثلا وفرضا فسوف يصدر مشايخ الوهابية أنا متأكد جدا سوف يصدرون فتاوى بوجوب تبني المذهب الشيعي والعمل على الفقه الجعفري وبوجوب الطاعة والسمع لولاة الأمر كما أفتع مفتي المملكة السابق الشيخ عبد العزيز بن باز وغطى التحولات يعني التي نسميها الكفرية في نظرهم فقال أما بعد فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويل هذه الآية هو يقول هذه الآية تنص على وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف النصوص من السنة تبين المعنى وتفيد الآية بأن المراد طاعتهم في المعروف فيجب على المسلمين طاعت ولاة الأمر في المعروف لا في المعاصي فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية لكن لا يأتي الخروج عليهم بأسبابها قال عبادة رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا أنتكم من الله فيه برهان هذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا أنتهم من الله فيه برهان وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمر يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر رد الظالم ولا نصرة المظلوم وتختل السبل ولا تؤمن فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبير إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة أما إذا لم تكن عندهم قدرة فلا يخرجون أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية هذا بنبازي نظر لضرورة الطاعة والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه بل يجب درع الشر بما يزيله أو يخففه أما درع الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا لاحظوا هنا يقول هذا مثلا يضرب إذا هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا ويكون عندها قدرة على أن تزيله وتضع إماما صالحا طيبا دون أن يترتب على ذلك فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأسه أما إذا كان الخروج على هذا الحاكم الكافر يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم هذا لا يجوز بل يجب الصبر والسماء والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمر والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك لأن في ذلك مصلحة المسلمين عامة ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر نسأل الله للجميع التوفيق والهداية يعني إذا كان الملك مثلا يعني التشيع هذا ما يعتبروا كفر فرح يقبلون ويسكتون إذا كان كفر سريح وبواح أيضا يقولون إذا ما نقدر نصبر الأولى الصبر وسيقول مشايخ الوهابية مثل ما قال أبن باز أن الكفر كفران أكبر وأصغر كما أن الظلم ظلمان أكبر وأصغر فمن استحل الحكم بغير ما أزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر إذا استحلها ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر وهكذا فزقه ويضيفون أن تشيعه اجتهاد محتمل وكان بعض الصحابة والتابعين والسلف الصالح شيعيا فلا ظيره باتباع المذهب الشيعي وقد أفتع مشايخه الأزهر بجواز التعبد المذهب الجعفري في الحقيقة مثل ما شفنا إمام الحرم المكي يمجد به ترامب والنظام الأمريكي فليس مستبعدا أن هو هذا إمام الحرم المكي يجي إلى كربلا ويفتح موكب عزاء ويلقب على إمام حسين في كربلا يمكن وليس بعيدا وشفنا إمام الحرم المدني الذي تلا وقعت كربلا وبكى في صلاة الجمعة قبل أسبوعين تقريبا فهذه مقدمات أنه ممكن التحول هذا مفتوح يعني ممكن أي تحول يحدث في السعودية إذا جاءت الإشارة من النظام من الملك من الأمراء من ولي الأمر إذا اتجه تجاه معينا نحو التشيع نحو الديمقراطية نحو الاشتراكية نحو أي نظام كان المشايخ اللي هم في طبيعتهم يعني هم يعتقدون بأنهم يجب أن يكونوا ذيولا للحاكم ومبررين لأعماله ومنظرين له فيفتون بما يشاء هذه المشكلة أنا ضربت المثل على تشيع لأنه هناك أيضا يعني إمكانية تحول أو هناك بوادر تحول علماني أو ليبرالي أو كذا وكذا فها معدو معنا مثل ما أفتأ بن باز أيضا الصلح مع إسرائيل حلال إذا رأى الملك ولي الأمر ذلك يقول هذا جائز يعني ما في شيء محرم ثابت ولا شيء حلال ثابت وممكن هذا الحلال يصبح حرام والحرام يصبح حلال وواجب أيضا في بعض الأحيان فهذه مشكلة في الحقيقة يعني المهم العلماء يجب أن ينظروا إلى الأمور نظرة مستقلة عن الحكام ما يكونوا هم تابعين للحكام كما يقول النبي صلى الله عليه في حديث المشهور إذا رأيتم العلماء على أبواب الأمراء يعني تابعين لهم فبئس العلماء وبئس وبئس الأمراء وإذا رأيتم الأمراء على أبواب العلماء فنعم العلماء ونعم الأمراء العالم يجب أن يكون مستقل لا يفتن ناس إلا بما يعتقد بما يؤمن ويتحاور مع الآخرين إذا يكون مثلا مخطئ أو مشتبه يحاول أن يفهم عما أن يكون يغمض عينها ويتبع الحاكم بكل ما يقول وبكل ما يفعل وبكل ما يشتهي ويبرر له كل يعني مواقفه فهذا خطأ كبير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة